مزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس مرسلنا نضال كناعنا نضال إذن أمام تصريحات بلينكين مع الرئيس الإسرائيلي وما يرجربه مع المبادرة على ما يبدو أن هناك تحديات تواجهها مع إصرار نتنياهو إدخال الوقود أو مسألة الوقود إلى غزة ماذا في آخر المواقف والأبعاد أيضا والأصداء في هذا السياق نعم يعني أولا بعد لقاء نتنياهو وبلينكين مكتب نتنياهو أو بعض المصادر في مكتب نتنياهو تقول بأنه لم تتم الموافقة على إدخال الوقود لكن هذه المصادر لم تقول بأنه لن يتم الموافقة على إدخال الوقود الآن نتنياهو يحاول ربما المناورة تأجيل قضية إدخال الوقود إلى بضعة أيام خاصة وأن إسرائيل تدعي بأن في قطاع غزة مخزون من الوقود لدى حركات حماس وأنه يمكن استعمال هذا المخزون للمستشفيات في قطاع غزة لكي لا تنقطع عنها الكهرباء نتنياهو من جهته ربما لا يريد التوقيع مباشرة على لائحة المطالب التي أتى بها الوزير بلينكين لكن الكل في إسرائيل يعرف بأن في النهاية سيحصل بلينكين على كل المطالب التي أتى بها للحكومة الإسرائيلية الوزير الخارجية الأمريكي لم يأتي صدفة إلى إسرائيل هو يريد إيصال ما لم يستطع إيصاله ربما للقيادة في إسرائيل عبر الهاتف ليقوله وجها لوجه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أولا إسرائيل لا تستطيع الرفض إسرائيل متعلقة تماما بالمساعدات الأمريكية سواء المساعدات المالية التي أقرت بالأمس في الولايات المتحدة صحيح أنها ستتأخر لحسابات داخلية أمريكية لكن الأهم ربما هو الدعم الأمريكي عبر الوجود الأمريكي العسكري في المنطقة الردع هذا مهم جدا بالنسبة لإسرائيل وإسرائيل تعرف بأنها إذا خسرت الدعم الدبلوماسي الأمريكي فأن هذا سيعني أنه سيكون أمامها فقط عدة أيام قبل الخروج من قطاع غزة مجبرة وهي لا تريد الوصول إلى هذا الوضع كما قلنا لدى إسرائيل حسابات داخلية في قطاع غزة لكن حسابات المنطقة تطغى على الحساب الإسرائيلي هذا أولا لدى الولايات المتحدة الكثير من الحسابات على مستوى الإقليم على المستوى المنطقة ككل وهي تتعارض مع استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة على الأقل في صيغتها الحالية وإعطاء اليد الطولة للجيش الإسرائيلي للتصرف كيفما يشاء وارتكاب المجازر في قطاع غزة هذا لا يتوافق مع السياسة الأمريكية ثانيا هناك الحسابات الداخلية الأمريكية فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية الولايات المتحدة طرب أن نتنياهو سيخسر الانتخابات القادمة والرئيس بايدن لا يريد خسارة الانتخابات في الولايات المتحدة الرأي المسلم أو الصوت المسلم في الولايات المتحدة يقرر بعض الولايات الأمريكية مثل ميشيجين وفرجينيا المصوت الإسرائيلي لا يصوت في الانتخابات الأمريكية والمصوت اليهودي في الولايات المتحدة خاصة جيل الشباب ما زال يدعم الحزب الديمقراطي ويريد من الحزب الديمقراطي الوصول إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة واليهود الجيل الشباب من مصوطي اليهود في الولايات المتحدة غير راضي عن الحكومة الإسرائيلية وغير راضي عن الصور التي تصل من قطاع غزة وبالتالي هذه أيضا مصلحة داخلية أمريكية ومن هنا على إسرائيل أن توافق على الشروط الأمريكية إدخال مستمر للمعونات لقطاع غزة هدى مؤقتة من أجل السماح بتوزيع هذه المساعدات داخل القطاع ضمان أن لا تتسع الحرب إلى الإقليم ككل وأيضا تهدئة الشارع العربي الذي بالنسبة للولايات المتحدة يشكل الكثير من الخطر وبالتالي هي معنية بالتهدئة وإسرائيل ستستجيب للمطالب الأمريكية شكرا جزيلا لك إذا ندركنا على مرسلنا من القدس